موسيقى نعم إذن من المتوقع أن يتم استدعاء رئيس الحكومة بن يمين نتنياو من قبل المستشار القضائي للحكومة لجلسة سماع هذا اليوم طلب رئيس الحكومة من المستشار القضائي للحكومة بأن الجلسة تكون مفتوحة أيضاً لوسائل الإعلام ببث حي ومباشر وماذا يقول القانون بقضية المدة الزمنية الممنوحة الآن لرئيس الحكومة بن يمين نتنياو لتشكيل الحكومة وفي حال لم ينجح شو اللي بصير معنا هنا في برنامج جدا اليوم المحامي أحمد رسلان رجل قانون ومختص في القضايا المدنية والجنائية المحامي أحمد رسلان مساء الخير مساء الخير وسأس بنا نعم اليوم طلب رئيس الحكومة من المستشار القضائي أنت ستقوم بدعوتي لجلسة سماع خلي الإشي مفتوح بث حي ومباشر المطلب قانوني المطلب غير قانوني المطلب هو مطلب تيتريالي يعني مصرحي يعني هو سكوب وسبين صحفي هذا يعني ولكن يراد منه أعمق من السبين أو السكوب الصحفي ما يراد منه وكأنه هو يطالب بشفافية مطلقة لهذه الجلسة المهمة للاستماع بشأن التهب المنسوبة لرئيس الحكومة نتنياهو وبلغة أو بأخرى هو يقول يعني أنا مكشوف أمامكم فلتكن هذه الجلسة مكشوفة أمام الجميع ليثبت ليس ليثبت إنما ليثبت للقاصي والداني بأن هذا الإنسان هو بريء من كل ما ألسق به من تهم ولكن هو يعرف حق المعرفة بأن هذه الإشهارات التي لا مغزى فيها هي بمجرد إشهارات علنية لا أمل منها لأن القانون المنصوص بهذه الدولة هو بشكل عام يتقبل جلسات الاستماع المكتوبة المكتوبة يعني أشدد ولكن عندما يدور الحديث عن قضايا مهمة للجمهور فهو يقوم بجلسات استماع أمامه شفهية يستمع من خلاله من خلال هذه الجلسة بكل ما يوجد لهذا المشتبه لكي يقدمه من أجل إقناع المستشار القضايا للحكومة والنيابة العامة النائب العام للدولة يعني على فرض يعني المستشار القضايا للحكومة يعني بدي يسمح بإيش من هذا النوع ما فيه أمور تتعلق حتى بخصوصيات أي إنسان يعني سواء إنسان عادي أو مشتبه أو إنسان اللي يمكن أن يقدم ضده لأحة اتهام يعني هذا يمكن أن يتعارض أيضا مع الحفاظ على الخصوصية حتى خصوصية رئيس الحكومة ذاته ممكن؟ يعني عندما يدور الحديث عن شخصيات أو أفراد مهمة ذات صلة مباشرة بالجمهور وبالعامة يكون هناك اختلاف بالتعامل معها دعني أستذكر قضية رئيس الدولة عندما قدم للمحاكمة في جلسة الاستماع لرئيس الدولة كاتساف لم يكن تقليد بأنه قبل جلسة الاستماع يستطيع المشتبه الاطلاع على مواد التحقيق في قضية كاتساف كان هناك استثناء واستطاع الحصول على مواد التحقيق على نسخة قبل فعلا قبل جلسة الاستماع هذا أعطى امتياز للعامة بأنه بعد كاتساف أصبح هذا التقليد عام وأصبح الناس يعني يستلمون أو يطلعوا ويحصل على مواد التحقيق بشكل عام قبل جلسة الاستماع هذا يختلف خلاف يعني اختلاف كامل عن موضوع المسرح والعرض المسرحي الذي يطالب به رئيس الحكومة بجلسة الاستماع مفتوحة نعم موضوع الآن تشكل الحكومة لمدة زمنية ماذا يقول القانون لنعرض على الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات على السريع هذا ممكن استلم هذا الحق من رئيس الدولة نتنياهو رئيس الحكومة استلم هذا الحق بتشكيل الحكومة بعد فشل قيام وحدة وطنية لحكومة وحدة وطنية أمامه 28 يوم من يوم استلام كتاب التفويد من رئيس الدولة يستطيع أن يطلب أيضا 14 يوم إضافيات في حال لم يستطع عندها في حال لم يتمكن يستطيع أن يطلب ولكن رئيس الدولة يمكن أن يغارب فعلا هذا هو يطلب يطلب في حال رفض رئيس الدولة أو أعطاه منحة 14 يوم بعد الثمانية وعشرين يتحول يتتحول الكرة أو هذا التفويد إلى جانس جانس معه 28 زائد 14 في حال لم يتمكن الاثنين من تشكيل الحكومة عندها يستطيع رئيس الدولة التقدم إلى رئيس الكنيسة ويعلنه بأنه لا هناك أي واحد من هؤلاء الاثنين لم يستطع تشكيل الحكومة يستطيع رئيس في حال في حال إذا استطاعوا جمع تواقع على 61 عضو كنيسة عندها رئيس الكنيسة يستطيع إعطاء فرصة لأعضاء الكنيسة 21 يوم أن يتقدم بعضو كنيسة بالكمية الأكبر من التوصيات حتى فوق 61 يوم 61 عضو وما فوق وعندها أمامه 14 يوم بالتقدم بهذه التوصيات تشكيل الحكومة هذا سيناريو مركب أنا باعتقادي الشخصي هذا تهيئة على السريع نتنياهو الآن وفقا لتخميناتك توقعاتك وتقرأ الصورة بينجح بتشكيل الحكومة لن يستطيع أن ينجح وأنا برأيي ملابح شكرا جزيلا المحمد أحمد رسلان رجل القانون والمختص في القضايا المدنية والجنائية يعطيك العافية شكرا جزيلا نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل وإلى الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات تريدون متابعة هذا البرنامج برنامج هذا اليوم ومحملوا تطبيق قناة هلا على هواتفكم من خلال دكان جوجل بلاي وأب ستور وشاهدوا على الهواء في أي زمان ومكان برنامج هذا اليوم كافة مرامج قناة هلا على الهواء نخرج لفاصل من ثم نعود ونواصل اشتركوا في القناة